اخر تمن باقترح وعلى حضراتكم اوصى بي الله في القرآن وسيدنا رسول الله في السنة علشان لما تكون في قبرك تنبهر بكم الاعمال الصالحة المبعوتالك اللي هتنور قبرك ايوه بس انا مت وخلصت اعمال اه انت خلصت اعمال في الدنيا لكن في حاجات سايبها زي الاستثمار اللي بيطرح وفي خير انت سايبه في قلوب الخلق مش قادرين ينسوك مش عارف يعمل عمره لما يبعتها لك بيحبك بقى انا مت حضرتك ايوه مت في الدنيا جسدك مشي طلتك في القلوب ما تتنسيش عشان كده ما تستغربش التمن ده انك انت تبقى انسان لك اثر صالح في القلوب انت كنت مين انت كنت اللي النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه قلنا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه قال ان العبد المؤمن اذا مات استراح من عناء الدنيا الى رحمة الله وان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب النبي كلامه عليه الصلاة والسلام دقيق الشجر استريح من اذاه الحيوانات استريحت ما كل الاكوان بتحب ربنا وبتحب العباد الصالحين النبي يقول كده اذكر الله عند كل حجر وشجر عشان دول يعرفوك وهيشهدولك فالعبد الصالح ده الاكوان الجماد بيحبه وهيشهدله يوم الايامة اعضاؤه بتحبه وهتشهدله يوم الايامة خليك كده خلي ليك اثر طيب في القلوب قال صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يجري اثرها على العبد بعد موته سبع حاجات كلها اكرام للخلق سبعة يجري اثرها على العبد بعد موته علما علمه والله العظيم ناس اسدزة ومشايخ ماتوا احنا عايشون في خيرهم لغاية دلوقتي وكل ركع الواحد بيركعها ولا معلومة بتصحح دماغ الواحد في ميزانهم لغاية يوم الايامة علما علمه او نهرا اجراه راح في حتة الناس عطشانة ووصل المواسير المية او نهرا اجراه او بئرا حفره او مسجدا لله بناه او مصحفا ورثه او نخلا غرسه او ولدا صالحا او بنت او ولدا صالحا يستغفر له تعارف كل الاثار دي واحد كان عيشته ليها ايما مكانش عايش كده غافل قاسي القلب بيلف الفلك نفسه لما ما واحد من اول ما يصحى من النوم كده احب ان ربنا ينظر لي النهاردة يرضى محدش يقابلني ويكسر كل اللي يقابلني يمشي من عندي مستريح شايف نفسه كبير مرضي مش مكسور الخاطر انزل بقى انت مستريح قبرك وتفرج على الالاف اللي هتبعت لك اعمال صالحة ويكفي صلاتهم عليك وقت وفاتك ازاي هتنور قبرك الانسان اللي ليه اثر طيب في القلوب يا رب اصلح احوالنا يا رب واعنا على اتمان القبور المستميرة لا نعيش ظلم للخلق ولا هاجري للقرآن ولا نعيش بعيد عن القلوب كاسرين للخواطر يا رب نبقى كده ننزل قبرنا نستبشر باشراق نور ربنا واشراقة الارض بنور ربها